بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين وبعد أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان بعيون تربوية اليوم نناقش موضوع نفسي وهو تدعيما لنفس هذا الابن الذي نحن نريد منه أن يكون ابنا ناجحا وهذه ذكرناها في الحلقات الأولى موضوع حاجة من حاجات الإنسان الرئيسية تكلمنا عن مثلث ماسلو للحاجات وهنا سوف أتكلم عن نقطة مهمة جدا تأتي يعني ما قبل رأس الهرم ألا وهي موضوع تقدير الذات رمضان وتقدير الذات كيف لتقدير الذات أن يصنع من أبنائنا وناس ناجحون وجد الحقيقة في كثير من الدراسات وأنا لأن النسب متغيرة من دراسة إلى أخرى فستكلم بشكل عام كثير من الدراسات تكلمت عن قضية تقدير الذات وعلاقتها بالنجاح ووجدوا أن هناك يعني معامل واضح يعني فيما بينهم فكلما انخفض طردي وهو يعني أنه كلما انخفض معدل تقدير الذات كلما كان الفشل قائما بشكل أكبر كلما ارتفع كلما ابتعد الفشل فالنجاح معه بشكل دائم ومستمر ألا وهو قضية أن يقدر الإنسان نفسه ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبن أحدكم نفسه فيقول خبثة نفسي خبثة نفسي وتحقير النفس ليس من الإيمان وليس من تقليل شأنها في عبادتها لله سبحانه وتعالى نعم هذا شيء ولكن معرفة الذات وقدراتها وإمكاناتها هذا شيء آخر بل إن الإنسان إذا عرف المكان الذي يؤدي فيه دورة ويعطيه بالشكل الصحيح كان له الأثر الكبير بإذن الله تبارك وتعالى سواء بعبادته أو بأعماله التي يقوم بها في هذه الحياة إذن هنا موضوع تقدير الذات موضوع مهم لكن لازم نفهم إيش معنى تقدير الذات حينما يقدر الإنسان ذاته ماذا نعني بها؟ تقدير الذات معنى هو شعور الإنسان بقدرته على النجاح وأنه يستحق السعادة عرفتها الحقيقة في برامج كثيرة وأؤكد عليها أنا موضوع تقدير الذات أراه مهما بشكل كبير جدا وحينما نفهمه على أنه شعور الإنسان بقدرته على النجاح أن الإنسان يشعر بأنه قادر على النجاح كثير من الناس يشعر بأنه فاشل أصلا وأنه عايش في هذه الحياة بفشل وأنه لا قدر له مع النجاح هكذا يشعر وهذا فاشل وسيفشل هذا الإنسان ولن يستطيع النجاح حتى يصبح عنده معتقد بأنه قادر على النجاح حتى لو نجح هذا الإنسان يشعر نفسه فاشل وتشعره دائما دائما محبط وهذا الإنسان من المظاهر الرئيسية لديه بأنه يكره نفسه يقول لك كرهت نفسي يشعر بكره لنفسه للكره لذاته وهذا أيضا من الأمور الخطيرة جدا التي إذا شعر الإنسان بأنه كاره لنفسه أصبح أصلا غير مهتم بأنها تنجح لذلك القسم الثاني من التعريف هو أنه يستحق السعادة يشعر بأنه مستحق للسعادة ليش الإنسان الذي يشعر بأنه مستحق للتعاسى وأنه سيعيش تعيسا طول حياته هذا لا يمكن أن ينجح ولا يمكن أن يؤدي شيء في هذه الحياة لأنه يشعر بأن السعادة ليست له وإنما خلقت لأناس آخرين وجعلت لأناس آخرين طيب كيف ما العلاقة ما بين رمضان في تحقيق الذات و رمضان حينما يأتي الإنسان فيصوم ويشعر الطفل هذا الصغير بأنه يحقق النجاح في قدرته على الصوم من الصباح إلى المساء ويأتي الوالدين فيعطوه جائزة على إنجازه هذا خاصة إذا أتم رمضان فإن رمضان يقوي هذه النفس ويشعرها بأنها قادرة على النجاح في مجالات كثيرة في هذه الحياة ما دام قد نجح وأصبح مثل الكبار قادر على أن يؤدي هذا الدول وقادر على أن يقوم بمثل أفعالهم التي هي تعتبر تحدي أن تترك الطعام تحدي ليس بالشيء البسيط والطفل لا يستطيع أن لا يلعب وبالتالي هو يلعب ويذهب ويسمونه على الدراجة ويأتي وهو يعني يشعر بالعطش ثم إنه يمسك نفسه ويحاول أن يتحدى ويحاول أن يصل إلى المستوى الكبير ولذلك هنا أنبه أيضا على نقطة مهمة جدا أقول للوالدين أنكم يعني قد تشجعون الإبن لكن شجعوه على قدر عمره أنزيل لأنه لو شعر بالفشل بأنه غير قادر على أن يكمل يومه فإنه سوف يشعر بأنه أو تقدير الذات سوف ينخفض عنده انخفاض كبير جدا لا شك بأنه حينما يستهزأ به ويسخر منه حينما يرى الطفل أنه شرب أو كذا ما صمت اليوم وتقال له بعض العبارات التي هي بعضها أناشيد تنشد هذه خطيرة جدا الحقيقة في شعور الإبن بأنه غير قادر على النجاح وأنه لا ينجح وقد يصر على ذلك بأنني لن أصوم بعد اليوم نقول للإبن أنت بما أنك صغير خاصة إذا كان صغير ويريد أن يدخل في هذه المنافسة تستطيع أن تمسك عن الطعام إلى نصف اليوم ما في مشكلة عندك لأنك صغير وكلما كبرت كلما أصبح عندك قدرة أكبر وأكبر نحن حينما كنا في سنك كنا نمسك عن الطعام إلى فترة معينة لكنك يا أبني لازم يفهم ويستوعب لم تصم اليوم كامل لا تعتبر صائم اليوم كامل حتى نكون صادقين معاه لا أن يضحك عليه أقول صام اليوم ما شاء الله عليه إلى الظهر ثم يعني ترك الصيام لا أقول لأنت أمسكت عن الطعام هذه الفترة وهذا شيء جيد وشيء ممتاز أنك أنت وصلت إلى هذه المرحلة ثم توقفت وهذا تشجيع للإبن هنا نأتي إلى مسألة أن فوائدها بطبيعة الحال كثيرة جدا وعظيمة وجليلة في بقية مسارات الحياة وأن الإنسان يشعر بأنه حقق شيء في هذه الحياة وأنجز إنجاز كيف نطبق هذه العملية مع الأبناء وكيف تكون يسيرة بإذن الله تعالى هناك طبعا عناصر لتقدير الذات مهمة جدا وسأتكلم عنها في حلقات أخرى شعور الإنسان بالهدف وتكلمنا عنه في حلقة سابقة جزء من تقدير الذات أن يشعر أن لديه هدف فيتتكلم عن هدفه بالنسبة لهذا الشهر كيف سيكون في هذا الشهر وكيف سوف يكون قدرة على الصيام هل سيصوم الشهر كامل أم سيصوم نصف الشهر ماذا يخطط لهذا الأمر في قضية أيضا تلاوة القرآن وقضية الصدقة وقضية معاونة الآخرين كل هذه كأهداف توضع أمامه هذه ترفع من تقدير الذات خاصة إذا قاسها بعد ذلك الأمر الثاني الشعور بالانتماء والذي تكلمنا عنه في حلقة أيضا سابقة وعززه ها هنا كلما شعار بالانتماء لدينه وليهذا المجتمع فإنه يزداد عنده تقدير الذات الشعور بالهوية الذاتية أنه مستقل عن الآخرين بصفاته الشخصية بقدراته وإمكاناته جدا مهمة هذه وبالتالي نحن هنا في رمضان أجد للإبن ما يمكن أن يتميز فيه عن الآخرين في إنجازاته في أعماله في البعض قد يعاون في الطبخ في البعض قد يعاون في إعداد السفرة في البعض قد يعاون بالذهاب إلى البقالة وأن يأتي بالأغراض البعض لا يذهب بالطعام إلى الجيران هكذا البعض يضيف وكل واحد له إمكاناته وهذا شعور بالهوية الذاتية لا أن يطلب من الجميع أن يقوموا بنفس الأعمال وسأتكلم عن الشعور بالهوية الذاتية إن شاء الله في حلقة قادمة أما الأمر الذي بعده فهو الشعور بالكفاءة وهو الأمر الخامس والأخير الشعور بالكفاءة أن تشعره بكفاءته حتى لو أنجز إنجاز بسيط والشعور بالكفاءة له عدة مسارات تشعره بالكفاءة لما يؤدي تعرف ما الشيء الذي يستطيع أن يؤديه كما قلنا الهوية الذاتية وهنا تجعل له الفرصة بأن يؤديها على سبيل المثال والله بنتي الصغيرة تستطيع أن تعمل الطعام وتعمل شيء بسيط من الطعام لكن هذا الطعام لا يروق للجميع أو غير مناسب لا تؤديه بالشكل الجميل الذي يمكن أن يعطاه لا أحرمها من هذه اللدة ولا أحرمها من هذا الشعور بل إنني أدفعها لهذا الشعور وأوفر لها ما يمكن توفيره لأجل أن تقوم بمثل هذه العملية وأقدم هذا الأمر بحيث تكون قادرة على أن تشعر بمثل هذا الشعور ومثل هذه الإمكانية ثم إنه أكرمهم على أعمالهم هذه التي يقومون بها بشهادات حتى يعني شهادة ابني في نهاية رمضان أنه يشهد الوالدين بأن ابنهم فلان الفلاني قد قام بصيام قد أتم صيام رمضان بإنجاز رائع وكان يحضر صلاة التراويح بشكل دائم ومستمر وكان ملتزما بصدقة على حسب كل واحد وكان متعاونا في فترة رمضان هذه وتعلق في مكان يراه الجميع يفتخر به الإبن بما يرفع تقديره لذاته نسأل الله عز وجل أن يرفع تقديرنا لذاتنا جميعا وألقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة